يعني إحنا إذا نبين تكلم على الحلول الاقتصادية لازم نعرج على وثيقة الإصلاح الاقتصادي أو وثيقة إصلاح المسار الاقتصادي في الدولة يعني اللي عرضت على المجلس في الجلسات السابقة من الحكومة هذه الوثيقة هي عبارة عن برنامج وخطة للحكومة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية في الدولة أنا أعتقد أن هذه الوثيقة يعني نأخذها بشكل بسيط أنها ما هي ملزمة للمجلس هي يعني يمكن دار حولها لغة كبيرة أنه إحنا صوتنا على هذه الوثيقة وقريناها هذا الكلام ما هو صحيح وعاري عن الصحة إحنا يعني ناقشنا هذه الوثيقة في الجلسة الأولى بعض الأخوة في المجلس من العضاء حطوا ملاحظاتهم على هذه الوثيقة وحيلت لللجنة المالية وتم تصويت لحالتها لللجنة المالية وليس إقرارها أنا أعتقد هذه الوثيقة يعني فيها بعض السلبيات فيها بعض الإيجابيات ولكن ما في أي شيء بهذه الوثيقة ممكن أن يقر إلا بقانون حسب قوانين دوت الكويت أن هذه الوثيقة عبارة عن برنامج حكومي يعرض على المجلس ولكن يجب أن تترجم إلى قوانين منها قانون الضريبة منها قانون خصخصة بعض القطاعات منها القانون اللي صوتنا عليه اللي هو رفع الدعو واستثنينه من السكن الخاصة بالتصويت عليه القوانين الأخرى لم تعرض ولكن إذا إحنيين بشكل عام كوثيقة اقتصادية لإصلاح المسار الصادي يعني أنا أتكلم عن دور الحكومة في المعالجة أنا أعتقد يعني في السابق الحكومة طرحت كثيرا من المعالجات الاقتصادية ولم تنتج مجرد ورق منها خطة تنمية أنا اليوم أشوف خطة تنمية مجرد تنمية أرصفة وجسور ما في تنمية على أرض واقع ما في تنمية بشرية ما في تنمية اقتصادية ما في يعني تعدد في مصادر الدخل يعني أنا بتكلم بحكم عملي في السابق كمحامي تعاملت مع الكثير من الأشخاص والشركات أغلب اللي ديرون هذه الشركات يعني أناس من جيلي يعني قد تكون شركات خاصة أباءهم هم من أسسوا هذه الشركات وصلوا إلى سن معين مسكوا أولادهم هذه الشركات اللي هم من جيلي اليوم انتقلت إلى مرحلة أخرى في البرلمان وتعاملت مع الحكومة وتعاملت مع المؤسسات الحكومية في الدولة أجد هذا الجيل اللي كان يعمل في هذه الشركات ما هو موجود اليوم أنا واجه جيل على سن التقاعد فهذا ما هو منطق لمعالجة أي أزمة اقتصادية أو مالية في الدولة لازم لازم الدولة تشرك هؤلاء الشباب اللي نهضوا بهذه الشركات الخاصة ومؤسسات الخاصة والمجارع الصغيرة إلى يعني أعلى شركات في الدولة الكويت وفي الخليج يمكن في العالم وصلنا ما أشوفهم اليوم على عرض الواقع في المؤسسات الحكومية للأسف يعني فإذا كانت هذه الخطة على ورق ما راح يترجم هذه الخطة إلا قوانين ومحد راح يقدر ينفذها القوانين إلا جيل الشباب لأن جيل المتقاعدين خلاص أعتقد يعني مع احترامي لهم كفوا ووفوا المفروض تكون الفرصة لجيل الشباب يعني